موسيقى الأعزاء الأصدقاء المشاهدين نفتح اليوم معكم ملف العنف الجامعي المجتمعي الطلابي الذي أطلع علينا بظلاله السوداء العام المنصرم 2013 العام الجامعي الذي أساء بشكل أو بآخر إلى سمعة مؤسساتنا الأكاديمية العريقة العام الجامعي الذي أفقدنا خمس من شبابنا سقطوا ضحايا العنف الجامعي في داخل الحرم الجامعي نقول وبعجالة من مسح دموع أمهات من فقدوا نقول أيضا من المسؤول عن إدخال أسلحة إلى داخل الحرم الجامعي ونقول أيضا من سمح بإغلاق جامعات ومؤسسات عريقة لأكثر من عشرة أيام عطل فيها الدوام الجامعي وعطل فيها إعطاء الدروس لطلبتنا ونقول أيضا من هو المسؤول عن كل ما حصل ومن هو المسؤول عن تردد العديد من الطلب الوافدين الآن من الدخول إلى داخل مؤسساتنا الجامعية الأردنية للعام 2014 والأعوام التي تلي معنا اليوم في هذا المساء الطيب في الستوديو الأستاذة عبلة أبو علبة أمين عام حزب الشعب والنائب السابق وعضو اللجنة الملكية للنزاهة ومعنا الأستاذ الدكتور خليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية أم الأمهات الأم الجامعات الأردنية دكتور خليف بعد إذنك أستاذ عبلة ليتحدث عن الواقع في جامعاتنا الأردنية ليتحدث عن العنف الجامعي الذي وقع بالجامعات الأردنية دون أن نحدد جامعات بعينها ونسألك الدكتور خليف أهلا وسهلا فيك أولا ما هو العنف الجامعي الذي وقع في جامعاتنا وأسدل علينا بالستارة السوداء لعام 2013 شكرا إليك وشكرا للاستضافة ومبارك أيضا محطتنا الجديدة وإن شاء الله تكون محطة خير طبعا العنف هو الصحيح أنه أنا ضد فكرة تسميته عنف جامعي بالمعنى العام للكلمة لأنه ما بنقسم إحنا العنف صحيح أنه في الحياة بنقول عنف أسري وعنف جامعي وعنف مجتمعي لكنه كله آخر المطاف وعنف مجتمعي تتدحرج هذه المشاكل فيه من الأسرة مرورا إلى المدرسة مرورا إلى الوسائط التربوية المختلفة المسجد الكنيسة المواصلات المؤسسات المجتمع المدني إلى أن نصل إلى الحرام الجامعي لأنه إحنا بيجينا الطالب عمره 18 سنة فبالتالي هذا مر عليه 17 أو 18 سنة من إرهاصات مجتمعية قد تؤثر في نفسيته ليجنح إلى العنف مشان هيك إحنا في الجامعة الأردنية قررنا بعد التوكل على الله أن نسميها السلوكات الطائشة في الحرام الجامعي سلوك طائش لأنه كل القصص اللي صارت لما بترجع إلى مرجعياتها هي عبارة عن سلوكات طائشة يعني ما بيكون الطالب فيها واعي لما يصدر عنه من فعل أو من قول أو من تقرير بالمعنى وبالتالي تجد مسببات مختلفة الطالب اللي معدلاته متدنية خوفا من أن يخرج من الحرام الجامعي بتهمة راسب أو باسم راسب أو يفصل من الجامعة بحجة الرسوب الآن هو يبحث عن مبرر عن علاقة خلينا نسميها بالضبط حتى يطلع ما شمان بطل قومي بطل جامعي بطل أمام النساء أمام الشباب فبيلجأ إلى سلوك طائش بيفتعل فيه مشكلة مع زملاء ومع زميلاته ومع ساتذته وبيخرج من الحرام الجامعي مفصول لكنه ليس بحجة الدراسة لأن الإحصائيات اللي عندنا بتقول أن نسبة الغالبية المطلقة من الطلبة اللي جنحوا إلى سلوكات طائشة في الأعوام المنصرمة هم من الطلبة ذوي المعدلات المتدنية في الجامعة ومن الطلبة ذوي المعدلات المتدنية في الثانوي العام وبالتالي إذن صار هذا قضية تعويضية طالب لا يستطيع أن يعيش في الحرم الجامعي بكل مكوناته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية والأكاديمية يجنح إلى سلوك يعزز فيه مثل هذا الأمر إذن هذا السلوك الطائش له مسبباته قد تكون من ضمن أسبابه مشاكل الأسرية ما في حوار في الأسرة أو أن الأسرة مشؤولين بحياتهم الاقتصادية الأب يخرج إلى العمل الأم تخرج إلى العمل وبالتالي فيه خادمي أو ما فيه ولا حدا بربي وبالتالي فقدنا إلى منظومة قيمية كبيرة في الأحاديث مع أسرنا وهذا مهم يعني بسببها الطالب داخل طب بدي عوض بدي عوض إذا ما لقى حضن دافئ في بيته لأمه لأخته لأخوه لأبوه يتحدث معهم بدوا يتحدث إلى الرفاق والرفاق قد يكون منهم مجموعة من رفاق السوق مظبوط مظبوط طب يعني إذا بدنا نعرج نحكي عن 2013 والجامعة الأردنية يعني حدث فيها مشاكل عنف خلينا نقول أو سلوك طائش كما تسمي يعني الإجراءات التي اتخذتها الجامعة الأردنية بهذا الشأن وفعلا يعني شعرتوا أنها فرأت للناحية الإيجابية هذه النقطة والنقطة الثانية نحكي عنها برضو على موضوع الحديث اللي هو الضابط العدلية في قضية إعطاءها للأمن الجامعي هل ستقول لمزيد من الضبط والأمن والأمان داخل الجامعة صحيح وأنا إذا بدأتحدث عن السلوكات الطائشة اللي حصلت في الجامعة الأردنية في 2013 علي أن أقارنها بما كان يحصل بالجامعة الأردنية في 2012 فما قبل حتى أن يكون الحديث واضح الآن يعني في 2012 كان فيه أو بداية 2012-2012-2012 كان فيه مشاجرات جماعية تصل إلى حد إغلاق الجامعة تصل إلى حد استخدام الأسلحة النارية تصل إلى حد تكسير في الحرم الجامعي وبالتالي في 2012 لحظة أنا استلمت الجامعة بواحد أربعة 2012 قررنا أن نضع استراتيجية وهذه الاستراتيجية بالتوافق ما بين الزملاء الأساتذ العمداء وأيضا الأقسام وأتحاد الطلبة مضمون هذه الاتفاقية جملة من الإجراءات إجراءات أولا وقائية يعني يجب أن لا يقع العنف أو السلوك الطائش الأصل في الأشياء أن تكون هناك هارموني بين الناس وبالتالي نبتعد عن هذا السلوك ابتداء كيف بدنا نسوي هذا من خلال أنشطة ملونة متنوعة وخرجنا فيها في فضاءات وكان عندنا أول فضاءات شعرية فضاءات موسيقية مسرح الشارع خرجنا من أنه يكون النشاط داخل قاعة صفية إلى أن يكون النشاط في النساحات المفتوحة حتى أنك تستقطب أكبر عدد ممكن من الطلاب حتى أنه يفرغ طاقاتهم وإبداعاتهم ضمن فضاءات مفتوحة مختلفة بعد ذلك لجأنا إلى القضايا السياسية بدأنا بترويج لأفكار بأنه يجب على الطالب أن يكون مؤطر فكريا لأنه أنا أسهل إلي أتعامل مع طالب مؤدلج يعني مؤطر من إني أنا أتعامل مع طالب ليس لديه أي منظومة فكرية مرجعية بالمعنى سواء كانت دينية سواء كانت ثقافية سواء كانت شو ما تكون تكون لكنه على الأقل يكون لديه مرجعية مؤطرة شجعت الطلب للإنخراط بالعمل الحزبي السياسي بالمعنى ضمن أنظمة وقوانين الجامعة يعني ضمن المنظومة هاي بعد ذلك بدأنا بتعزيز مفهوم أن الطالب يجب أن يكون مسؤول عن تعليمه ومسؤول عن دراسته ومسؤول عن فكره أيضا فبدأنا بتعديل تعليمات الاتحاد الانتخاب وأخذنا القانون الأردني اللي كان مطروح على الساحة الأردنية وقلنا أنه بدنا نقسم الجامعة تشابه المملكة أو تماهي المملكة صحيح والكلية تضاهي المحافظة والقسم يضاهي اللواء وبالتالي أيضا طورنا عليه أن كل ستنين بما هو موجود بما هو موجود لكن أيضا بإضافة من على الرغم أنه قانون مجلس نورب أردني ما فيش فيه كمان كتير رضاء من الشارع الأردني ما توقعتنا هذا الحك يثير مزيد من التحفظ لذا طالب الجامعة وعندي قناعة شخصية أنه لا يمكن أن تحل الديمقراطية إلا بمزيد من الديمقراطية لا يمكن أن تفهم إلا بمزيد من الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش إلا بمزيد منها وبالتالي بدأنا مع الطلاب قلنا له هذا التقسيم طبعا كان في صوت احتجاج قلنا لهم أنه صحيح أن الشارع الأردني منقسم على نفسه بقبول قانون الصوت الواحد لكن الآن نحن نتحدث عن منظومة عندي مملكة عندي محافظة عندي لواء وعندي كل 600 طالب في القسم الواحد اللي هو ضمن منظومة اللواء كل 600 لهم ممثل وبالتالي هذه إضافة أيضا على قانون الانتخاب الأردني وقلنا أنه هذه بدنا نتمنى أنها تكون تجربة كانت قبل شهرين ثلاث من الانتخابات الأردنية أنه هالأخطاء اللي بتتم عندنا يفترض أنه يستفيد منها المشرع الأردني وقالت إلى نتيجة إيجابية راقية عالية المستوى بدون مشاكل بدون مشاجرات وأيضا بقبول من الطرف الآخر هذا جانب جانب مهم أن الطالب فهم أنه أنا الآن بنتخب ممثلي بطريقة رائدة بطريقة ديمقراطية فسحنا المجال أمام الإعلام فسحنا المجال أمام الرقابة الخارجية انتهينا من قصة إذن الانتخابات وما يمكن أن تخلفوا الانتخابات من قصص يعني 2013 كانت في الجامعة الأردنية تحديدا مختلف عن 2012 و2012 يعني عملتوا إجراءات استباقية استباقية بمزيد من الأنشطة بمزيد من الحرية بمزيد من الديمقراطية بمزيد من المسؤولية لأن حتى هذا لما طلبنا من الطلبة أنهم يعادلوا عملنا عليه مثل الاستفتاء يعني الطلبة شاركوا في صياغة التعليمات اشتركوا مع مجلس العمداء مع مجلس الجامعة اشتركوا مع بعض اشتركوا أيضا عملنا استفتاء وزعنا 1200 استمارة على طلبة الجامعة في المساقات الإجبارية جاءنا ردود فعل وبالتالي الآن ما في حدا بيستطيع أو بيجرؤ يقول أنه أنا لم أمثل حتى في الحديث يعني احتويتوا فكر الطالب الجامعي بمزيد من الديمقراطية أشركتوا بمزيد من الديمقراطية ونتج عنها أيضا أن الآن طلبتنا في الأقسام اللي انتخبوهم زملائهم في الأقسام هم أيضا صاروا أعضاء في مجلس القسم واللي انتخبوهم أيضا أعضاء في مجلس الكلي واللي انتخبوهم الآن أعضاء في مجلس الجامعة وبالتالي صوت الطالب مسموع داخل القرار الداخلي للجامعة الأردنية هذه قضية أنا بعتبر مهمة وقضية مفصلية بعد ذلك انتقلنا إلى الإجراءات العلاجية يعني أول كنا متحدث وقائي بعد ذلك علاجي أنه في عنا نقص في الأمن الجامعي في عنا نقص في الفهم الأمن الجامعي في عنا نقص في المنظومة التشريعية طلبنا إحنا من الأمن العام أنه يجينا لمدة أسبوع لابسين مدني ويرعطونا تقرير عن المفاصل الأمني لأنهم أقدر على تحديد مثل هذا الأمر أعطونا وين الاختلالات اللي عنا وين نقاط الضعف في منظومة الأمن وفي منظومة الأسوار وما إلى ذلك عملنا خطة علاجية لهذا عملنا دورات تأهيلية لأفراد الأمن الجامعي زدنا عدد أفراد الأمن الجامعي لعطيناهم ملابس مميزة موحدة تشير إلى أنهم هذول أفراد الأمن الجامعي وقسمنا منظومة الأمن الجامعي أيضا مثل منظومة عسكرية بالمعنى يعني أمن متحرك أمن راجل بحيث أنه لو صارت مشكلة ما نحتويها ما نخليها تتفاق بعد ذلك القرار أنه في حال ثبت تورط أي طالب في قضية يفصل من الحرام الجامعي بناء العدد أخذتوا سلسلة إجراءات بالتالي نعم وبعد ما نأخذ القرار هو غير خاضع لأي وساطات أو توسط أو تدخل من جفائية الأخير أكيد سنعود لأيلك دكتور رخليف أستاذة عبلة يعني نظر يعني دكتور رخليف حكى عن ما يتعلق بالجامعة الأردنية والتجربة التي فعلا رائدة بمجالها على الرغم كل هذا فعلا 2013 وكلنا شهدنا عن جد كان عام دموي يعني بهذا الاتجاه يعني مضبوط فكيف يعني نظرتي لهذا الواقع وفكرة الضابط العدلية كمان إذا أكيد تابعتيها حضرتك في إعطاء الأفراد الأمن الجامعي صلاحيات الضابط العدلية فيما يتعلق بضبط الأمور داخل الجامعة تفضلي شكرا جزيلا بثني على مباركتكم مباركتنا لهذه المحطة أنا انشديت للمضامين اللي تفضل فيها الدكتور خليف لأنها علاقة بنظام التربية والتعليم وهو نظام متصل يعني منذ الصفوف الابتدائية الأولى حتى الوصول إلى الجامعة بالضرورة ابتداءا هذا نظام بحاجة إلى بالضرورة بحاجة إلى تعديل مية بالمية بحاجة إلى تعديل بدءا من المناهج مضامين المناهج التي يتلقاها الطلبة مرورا بتأهيل المعلم نفسه وقدرته على إدارة عملية التربية والتعليم على أسس ديمقراطية مجتمعية وانتهاءا بأي شيء ممكن نفكر فيه هذا موضوع جدا جدا مهم ما تفضل به الدكتور خليف بتعلق به النظام النظام داخل الجامعة نظام التربوي وداخل الجامعة نفسها هذا شيء بنشد أكيد على إيديكم فيه دكتور مع أنه يلي تحفظ على موضوع قانون الانتخاب انتخاب الاتحاد الطلبة هذا القانون إذا كان قانون الصوت الواحد هو الذي جرى يعني الاحتذاء به في الجامعة الأردنية أو في الجامعة الأخرى مش بس في الجامعة الأردنية وأنا رأيي أنه الجامعات مطلوب منها أن تشكل قدوة إيجابية وتأخذ خطوة إيجابية باتجاه تعديل هذا القانون تعديل هذا القانون باتجاه التمثيل النسبي باتجاه تعليم الطلاب أنه مش على أساس عشائر يتكتلوا يتكتلوا على أساس برنامج أنا هذا برنامج بين الطلاب أو في العلاقة بين الإدارة الأسادة وهذا برنامج الآخرين وعلى كل حال هذا ليس أول مرة يخوض فيها في أنه تراث في الجامعة وبالذات الجامعة الأردنية فيه تراث عريق من الحوارات الفكرية والسياسية واتحادات الطلبة ودورها وإلى آخره وهذا الدور تعدى الدور التعليمي داخل الجامعة إلى ما هو دور مجتمعي ودائما قلت وفي حرم الجامعة الأردنية أقول وباعتزاز أن الجامعة الأردنية على وجه الخصوص خرجت كثير من القامات الكبيرة الأردنية على المستويين الرسمي والشعبي بالمناسبة وكانت ميادين للحوار الفكري والسياسي وأنا هون بدي أنتقل لهذا البعد بمعنى آخر البعد السياسي والفكري في الجامعات الأردنية هذا إلى حدود كبيرة كان غائبا طوال السنوات ومن الطبيعي أن يخلف هذا يعني هذا الحجم من الفراغ الفكري والسياسي بما أن الطبيعة لا تعترف بالفراغ فمن الضروري أنهم يبحثوا عن شيء ما طلبه يعني هذه الاحتكاكات اللي سماها الدكتور السلوكات الطائشة داخل الجامعات هلأ هذا في الموضوع السياسي أنا برأيي هذا يعني ما بدي أقول أنا أنه مخالف للدستور مخالف للديمقراطية مخالف لمشروع الإصلاح أنا بدي أقول أنه هذا يؤدي بالضرورة بالضرورة يؤدي إلى نقيده يعني بمعنى عندما يغيب الحوار تحضر لغة الشجاع تحتقن النفوس شيء طبيعي شيء طبيعي هذا ومن أصغر القضايا لأكبرها يعني سواء كان الخلاف خلاف في وجهة نظر بتخص مجتمعية إلى وجهة نظر سياسية أو أي وجهة نظر بخصوص أي شيء كان أنه يعني هذا البعد المتعلق في الجانب السياسي بمعنى انخراط الطلبة والسماح لهم بممارسة مش الانتماء أنا لا أقول الانتماء السياسي لأنه هذا يحدث الفكري يعني يحدث من خلف الأسوار الجامعة داخل الأسوار الجامعة بغض النظر سنعود لكثير تفاصيل بس أعزائي المشاهدين أصدقائنا نخرج الآن في تقرير ميداني تم إعداده حول العنف الجامعي ونعود لضيوفنا بالستوديو أنا بشوف يعني العنف الجامعي اللي بصير أنه مشاكل داخلية بين الطلاب بيكون فيها يعني حساسيات ومشاكل بيصير منها الشغلات هاي يعني بتيجي فجأة ما بتشوف العنف الجامعي صار من موضوع خاص بين طلاب وتحول لعائلات وتحول لعائلات شائرية بتلاقي صار ثاني يوم أنك تتفاجأ بالأخبار وشغلي صارت في كل فترة في أي جامعة بتتفاجأ أنه في عنف جامعي مستمري الشغلة تربية من الصغر من الأهل ممكن تكون إلا يعني المحسوبيات شغلة واحد بس نقص الثقافة الشعب الأردني بنقص الثقافة الجهل هي العنف صوري يمكن شوي يعني بترى يشبقت عن الموضوع تربية في البيت تأثير الأصحاب هذا كلاته بيأثر في العنف الجامع عدم الوعي استعمال وسائل الترفية الحديثة بشكل خاطئ نعود للستوديو بعد أن استمعنا للتقرير المصور من خلال الشارع الأردني أستاذي عبلا يعني تحدث التقرير عن كلمات بسيطة قرينا أقول من خلال منطق المواطن الأردني محسوبيات عدم وعي تربية يعني هاي المصطلحات البسيطة بقولك مشاكل بسيطة تمتد لتكبر لمشاكل عشائرية كبيرة يعني هاي الكلمات اللي بحكيها المواطن يعني قد لا يكون يمكن إلو ابن أو بيسمع أو بيتابع يعني كيف منقيمها على أرض الواقع وقدش فعلا إنها إنعكاسات حقيقية داخل جامعاتنا الأردنية نعم هو يمكن أن تجتمع أسباب كثيرة حتى يعني يتصل إلى مرحلة مرحلة الأزمة يعني أزمة علاقة الطلاب بمجتمعهم أو بما هو مطلوب منهم لكن أنا أود يعني أن أركز على عدد من القضايا التي أعتبر من وجهة نظري أنها أساسية موضوع الإصلاح السياسي موضوع إصلاح نظام التعليم وفي نظام التعليم ليس فقط المناهج لآخره لأنه كما تفضل الدكتور قبل قليل وتحدث عن يعني أكثر نسبة بين الطلبة الذين يرتكبون هذه الأخطاء هم من ذوي المعدلات المنخفضة صحيح إذن أسس القبول الجامعي فيها مشكلة هذا من جهة إضافة لما ذكرته في مداخلتي الأولى مسألة ثانية المتعلقة بي يعني ما يمكن أن نسمي بي الإصلاح السياسي الإصلاح السياسي هذا موضوع ممتد لأن الطلاب من المؤكد أنهم يشاركون عائلاتهم وذويهم أو المناخ السياسي كلهم جزء من هذا المناخ السياسي وبالتالي هم يعني يشتركوا بصورة أو بأخرى مباشرة أو غير مباشرة بما الذي يحصل في الانتخابات البلدية ما الذي يحصل في الانتخابات النيابية ما الذي يحصل في الحالة السياسية بشكل عام يعني هل تقع هناك منتديات وندوات بما في الكفاية هل هناك حوارات هل يحل الناس مشاكلهم الأكبر منهم يحل الناس مشاكلهم بالحوار الديمقراطي هل إلى آخره هذه أسئلة كبيرة وكلها تتصل بموجبات الإصلاح السياسي لذلك أنا أعتقد أنه في موضوع الإصلاح السياسي هذه مسألة جدا ضرورية وجدا ضروري أن يقتنع المسؤولون بها وبضرورتها من أجل الأمن الاجتماعي والسياسي في البلاد كيف نحمل فكرة الإصلاح السياسي لنزجعها داخل طلبة الجامعات يعني هلأ هم يعني إحنا الفكرة عنك كيف سيحد هذا الكلام اللي تفضلت في حضرتك من سلوك الطالب داخل الجامعة اللي يسمى الدكتور خليف هو السلوك الطائش يعني اللي سوى كل هاي الأزمات أنا رح أعطيكي مثل قبل في الجامعة الأردنية دعيت قبل حوالي أربع أشهر من أحد جمعيات الطلاب إلى ندوه أنا وعدد من الأمناء الأحزاب السياسية كان في القاعة حوالي مش أقل من ألف ألف ومتين طالب واستمعوا بانتباه شديد جدا لما نقوله كمان مثال آخر قبل أيام يعني وجهت لنا دعوة من قبل عطوفة رئيس الجامعة ووزير التنمية السياسية الشؤون السياسية لجاء لقاء داخل في حرم الجامعة الأردنية لمناقشة تنظيم الصلة بين الطلاب والأحزاب السياسية واللي صحيحني الدكتور خليف موجود هذا ولو جاء متأخرا إلى أنه مهم للغاية بمعنى آخر بغض النظر عن الشكل الذي سيتصل به أو سيتقدم فيه كيف تقدم الأحزاب السياسية نفسها بمعنى كيف تقدم برامجها هذا أنا ما يهمني بغض النظر كم واحد بده ينتمي أو ما ينتمي هذا موضوع آخر مزبوط هذا خيار للطماء برجع يعني هذا بعزز الفكرة اللي حكاها الدكتور أنه مؤمنين بأنه الطالب يكون عنده فكر وفكر حزبي وفكر متنوى داخل جامعة بده يطلع على أي دولوجيات يعني علينا أن لا نقلل من أهمية حجم الضغوط غير المباشرة الثقافية والإعلامية الواقعة على رؤوس الجيل الجديد تمام من وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره وهي خليط بين فكرية وسياسية وفكرية شديدة التطرف أو شديدة الاعتدال أو سياسي أو ويعا يعني أصبحنا نتمنى أن يكون الخلاف فكري بين الطلبة يعني نتمنى أن يكون الخلاف فكري يعني المشاكل هتكون لهذا السبب إحنا أنا أنا بضيب صوتي لصوتك أنه يعني بتمنى أنه يكون الخلاف فكري والخلاف الفكري لا يحل إلا بالحوار تمام من جهة تانية أنا بحب يعني أعزز نقطة مهمة للغاية وهي التربية العقل النقدي عند الطالب العقل النقدي لكل شيء هذا بديل للفوضى بمعنى آخر هو ينتقد ظاهرة معينة موجودة في بلده حقه حقه أن ينتقد هذه الظاهرة بدءا من مجال كيف تتعامل الحكومة مع القطاع الزراعي على سبيل المثال أو القضاء أو الحكومة يعني إجراءات الحكومية أو نظام التربية والتعليم نفسه أو إلى آخره يكون يعني هذا العقل النقدي الناضج الذي قائم على أساس موضوعي وبيقدم شيء وبديله هذا بديل للعنف وبديل للفوضى ربما تكون مثل تلك المناظرات اللي حضرتك بتكون فيها بالجامعة الأدنية أو سواها تعزز هذا الكلام لكن بدها مراحل لكن قديش في طلاب دكتور يعني بيقبلوا على مثل هاي الحوارات يعني أعتقد بدها تمهيد بدها بدها وعي أساسا فكري لدى الطالب زي ما يعني حكى التقرير أنه في جهل عند الطلبة في عدم وعي فعدم وعي لا يجلب طالب لأن يحضر محاضرة يعني مثلا يقدمها أمين عام حزب شوف إحنا بالألفين وثلاثة عشر نجحت الجامعة الأردنية حقيقة يعني نجحت الجامعة الأردنية بجسر الفجوة ما بين الأحزاب وطلبة الجامعة وما بين إدارة الجامعة وطلبتها هذا الفجوة اللي كانت موجودة دائما وجذرت عبر السنوات لأن إحنا قانون الانتخاب لما عملنا أو تعليمات الانتخاب حقيقة أخذنا فيها قائمة نسبية خمس طلاب قلناهم شبهناهم على مستوى المملكة ورجعنا على مستوى القسم قلنا لكل ستمائة طالب لهم ممثل يعني تجاوزنا فتتوا فكرة الصوت الواحد فتتنا فكرة الصوت الواحد وفتتنا التجمع لغير القسم بالتالي القسم مظلتك وليس أي ولا آخر هذا جانب الجانب الثاني إحنا لما حكينا على أندي أسسنا نادي للحوار وأسسنا نادي للديمقراطية وأسسنا أيضا نادي آخر سمينا لتمثيل لهيئة الأمم الآن هذا واضح صفى أنه كل طالب باستطاعته أنه ينتمي إلى النادي اللي هو بيرغب أنه يتعلم منه يعني وأثمر هذا الحكيم نعم أثمر أخفف عندي نسبة قديش إقبال طلبي على هذا حدي شديد الإقبال فيه أنا عندي مثلا بعض الأندي بيطبصل فيها طلاب 300 و400 طالب هلا مش الفكرة تقديش العدد هلا الفكرة لو يجيني خمس طلاب خمس طلاب بس والخمسة هذولا مع تراكمات العدد مع السنوات هو العدد أكيد مهم لأنه بعكس حجم الوعي أنه ممتد مش محصور بسيئة صحيح بس العدد عندنا فيه إشكالية العدد هلا أنا بقدر أجيب لك 500 طالب دفعة واحدة من الجامعة الهدنية إذا أنا رغبت أن أعطيك فقط عدد بتجي أن الأخت عبلها مثلا الساعة 12 بدها ندوة أو كذا بجيب لها محاضرة الثقافة الإسلامية أو لمحاضرة طالب أنا بحكي لإشي المبادرة الذاتية من الطالب المبادرة الذاتية بتبدأ قليلة لأن الطالب هو تخوف الطالب مش مقبل على الأحزاب صورة الأحزاب سلبية في ذهنه بدك تمشي معه شوي شوي صحيح صحيح لأن إحنا لما نتحدث عن البيئة الجامعية أنا بتحدث عن عوامل الخطورة في البيئة الجامعية منها السلوك الطاش عوامل الخطورة في البيئة الجامعية ليس فقط العنف من ضمن عوامل الخطورة مثلا المخدرات من ضمن عوامل الخطورة عدم قبول الآخر سواء فكريا أو سياسيا أو اجتماعيا كله يؤدي إلى العنف يؤدي إلى العنف عدم قبول الآخر يؤدي إلى العنف إذا أنا ما بقبلك على كيف ما أنت على كيف لباسك على كيف شكلك على كيف دينك على كيف يؤدي هذه كلها عوامل خطورة في البيئة الجامعية دكتور تحدثوا مجلس الوزراء بشأن الضابطة العدلية يعني هلأ الحكومة لأول مرة عمالها بتفتح عينيها بشكل يعني حريص خلينا أقول فيما يتعلق موضوع العنف الجامعي يعني هل فعليا يعني هاي القصة ستفعل شيء على أرض الواقع يفترض سيما أنه البعض يعني بقولك يمكن سير فيه يعني شوية توتر بين رجل الأمن داخل الجامعة والطالب ستزيد التوتر والنقطة الثانية اللي تم التطرق لإلها أنه أصلا رجل الأمن بحاجة يعني يؤهل بشكل كبير قبل أن يحمل صفة الضابطة العدلية يعني لأنه فيه كتير أقوال خلينا أقول شهود عيان بيحكي لك أنه كتير من رجال الأمن ساهموا بإثارة مزيد من التوتر بداخل العنف الجامعي وأدخلوا ناس وسمحوا للطلبة بإدخال أسلحة من خلال إما يعني معرفة شخصية أو من خلال رشاوي هكذا يقال الآن الاتهامات يعني ترمى جزافة لا لا يعني قد يكون قد يكون نحن ما بننكر هذا بني آدم وبالتالي ممكن أن يكون هل ستضبط الضابطة العدلية مثل هذه القضية؟ الضابطة العدلية ليست لمثل هذا يعني الضابطة العدلية جاءت بناء على مطالبات حفيثة من الجامعات وكانت الأمني ولا زالت وستبقى أن يكون هناك الشرطة الجامعية يونيفيرسيتي بوليس صحيح ستين ألف أنا يومياً بمرق من عندي ما يعادل سبع آلاف سيارة عندي يقيم مدينة يعني ثلاثة آلاف وخمسمائة سيارة مقيم من ساعة ثمانة لساعة أربعة عندي المستشفى زواره بالعام الواحد نصف مليون زائر الآن هذه مدينة لا يجوز أن نظن نطلق الأمور على عواهلها عندي مخالفات سير بسير عندي مشاكل بسير عندي بوليس بسير في كل جامعات العالم موجود لأن لما تحدث عن الضابط العدلية في أشياء يعني مثلا أنا لما بيدخل مواطن إلى الحرم الجامعي ويسيء التصرف ما معنى ولا صلاحية حتى أن نحقق معه ولا معنى صلاحية أن نلقي القبض عليه إلا أني حالة لشان تحقيق ما بحققش معه أنا لا أستطيع أن أحقق مع مواطن أنا بدي أحوله إلى مركز الأمن طب شو الصلاحية اللي عندي أني أنا ألقي القبض على هذا الشخص وأودعه إلى السلطة الأمنية إلا إذا كان معنا أسد مواطن مش طالب شخص داخل أنا بتحدث مواطن أنا بتحدث مواطن دخل هذا مثال عليها طب كيف إذا شفت طالب معه سلاح ناري وممكن أنه يرتكب مشكله وكيف كذا كيف بدي أنا ألقي القبض عليه هاي ستفتيح صلاحية للضابط العدلية مهام ضابط العدلية تعطي الرجل الأمن صلاحيات واسعة الآن بدي قولي طيب إذا أساء استخدامها إذا بدوا يستخدامها أيضا يمكن إساءة الاستخدام بدون أن يكون ضابط عدلية ويتصرف بالغلط بجي القانون بيحاسبه الآن إذا موظف أمن أساءة التصرف إذا عضو هاي التدريس أساءة التصرف إذا مؤداري أساءة التصرف في قانون يجب أن تكون مرجعية متحدث عن دولة لها أطورها القانونية مرجعياتها الدستورية أي واحد يتصرف أي قرار في أي شيء خاطئ يحال إلى الجهات المعنية لمحاسبة أما ما بيصد أني أنا أرجع أمنع حالي من كل شيء خشية من أن يقارب يعني هي خطوة على الطريق الصحيح هي خطوة هي خطوة واحدة من الخطوات يعني الضابط العدي لن تحل مشكلة العنف الجامعي لكنها أحد العوامل التي ستسأل بحل مشكلة العنف الجامعي أولا القبولات ثانيا يكون في عنا أكاديمية رصينة ثالثا الأنشطة رابعا الاتجاه السياسي يكون عندك طالب مؤطر أنا لما بكون إلي طالب إليه مرجعية سياسية إليه مرجعية فكرية إليه كذا بتقدر تحكيه بنفس المنطق وبنفس اللغة أما أنا لما بدي جيني طالب جاي من عوامل خطورته المختلفة سواء أنه مثلا من بروكن فاميليز أمه مطلقة أبو متوفي ساكن مع أقران سوء إذا كان من مناطق مختلفة وضعه الاقتصادي فقير كل هنالقصص هذه تساهم مساهمات إيجابية أو تدفعه باتجاهات سلوكات ينحاها الطالب قد لا تكون من بنات فكره أو من حياته المجتمعية نقطة أخيرة نحن أيضا الأحداث التي صارت بالرغم من دمويتها في كل الجامعات أنا أتمنى أن يكون لغة واضحة أننا لا أتحدث في العموم عن الجامعة أردنية بالخصوص لا أتحدث عن الجامعة أردنية العنف الدموي اللي أنت تفضلت فيه بال2012 و بال2013 عدد الطلبة عدد الطلبة الذين ساهموا بمشاجرات اشتركوا فيها اشتراك فعلي عدد الطلبة في كل الجامعات الرسمية 700 طالب لأن يعني هل يعقل أنه أنا عندي ربع مليون طالب لأن هاي إحنا بنسمي العنف الدموي والجامعات خربت والعالم أبصر إيش سوى في حاله هذا مش أنا مبرر إنه اللي بصير واللي صار لكن يضخم في الإعلام بطريقة أيضا أساءت إلى البلد يعني هجرت الناس اللي بيجوني أنا عندي 30-40 ألف طالب وافد الآن صاروا بحطوا الجامعات الأردنية اللي هي من أعرق الجامعات اللي هي بترددوا قبل التوشح لها نعم صاروا بحطوا بلاك لستد بعض الدول بتحطوا بلاك لستد طلب الوافدين وقضية الأسس القبول نتحدث فيها مع أستاذ عبلا بعد فاصل قصير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر